مايك بعدين إيه أنا عرفت بقى سر إنه الجنرال صوته جميل ده حتى في تليفون يعني في التليفون نما أقول لك أهلو ولا عبد الوهاب أحلى قالوك عبد الوهاب أول ما دخلت التليفزيون كان صدفة أن أنا قابلت مدام همت مصطفى رحمة الله عليها وكت أنا ساعتها زابط في مركز تدريب الاضي في مديرة أمن القاهرة كان مقارنة في نجدة العتبة فأنا دخل للوها مديان رحمة الله عليها فدخلت عشان أقول له حاجة فلاقيته قدامي هذه الهالة طبعا فاكرها طبعا طلتها الوحديها تخد مدام همت مصطفى فلسه بقول له يا فندم كذا كذا أنا آسف وطالع قلت لي تعال يا ولد قلت له أيها مدام قلت لي أنت صوتك كويس تقرأ نشرة أخبار قلت له أقرأ يا مدام لأنه ما صدقت كان يوقت التليفزيون مصري وفيش غيره وكانت سكة وروحت ومش عارف إيه والدني ما متشتش مع الأخبار وبقيت رياضة ده ممناسبة الصوت لكن الصوت مش في الغناء الصوت في التعليق لا لا في التعليق إزاي ده أنت حضرت تلحين أغاني آه حضرت مع صنباطي الله صنباطي؟ طبعا 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 كان ابنه أحمد الصنباطي ومحمد أصدقائي كانوا في شارع الفن عن ناسيا كان كرم محمود ماسك ناسيا كنا نروح نلعب عن ناسيا يوم هو طالع بالخرطوم والبيجامة اللي عليها ورد يرش علينا عشان ما نلعبش فلقول له أي نابي ده كان كرم محمود في وسط الشارع كان رياض الصنباطي رياض الصنباطي ولاده أحمد ومحمد كن لما نلاقي العربية السودة الكبيرة أي واقف نعرف أن المكلسون جوه فأنا تلكك وروح عشان آه العربية كبيرة دي طويلة آه العربية كبيرة آه دي آه والشوفير اللاسمراني الجميل ده أي واقف فكت تلكك وروح لأحمد ومحمد في الوقت اللي هي جوه فيه طبعا كان ممنوع صنباطي كان رهيب شخصية قوية جدا شوفي في عينيه ما تقدريش تبص في عينيه يعني حاجة حدى وقوية وشيء يعني ما شاء الله فكنا نروح نقعد لما يخش هو مكلسون في قط السالون أي ما كانش مخلوق له الحق في الاقتراب إلا سيدة كوكب مراته أي خش بفنجان القهوة لأم مكلسون ففي يوم الأيام آه صنباطي كبير عايز يدخل أحمد الصنباطي في فرقة أم مكلسون يلعب كمانجة هو كان كمانجاتي ما حصلش أي أحمد كان تحفظ الناس عارفها طبعا أحمد مسر كلام ده كله آه طبعا وغنى وكل فقلت له يا أحمد هو كان والده ناوي يقدمه في اليوم ده لأم مكلسون عشان تسمعه قلت له النبي يا أحمد خدني أعد على كرسي بره محدش هيشوفني قال لي أوكاي أول ما مكلسون قعدت وطلبت قهوتها وشربتها قالت له هاتلي يا أخوي يا ابنك ده اللي نشوف دخل أحمد وأنا قلبي بقى بيضرب أخدت الكرسي وحطته بره جنب الباب حتى شايفني لأن طبعا لو شافني تبقى مصيبة سودة قالت له انت حافظ إيه بقى يا أخوي قال لها كل حاجة يا ست طب ضرب لي مش عارف كذا يضرب طب يعمل لي كذا يعمل قالت له كنت مخبيه فين ده يا سنباطي كنت مخبيه فين كان يوميها بقى بيحفظها الأطلال فبعدا ما أحمد طلع بقى دخل قدته قعدت أنا زي منا وسمعت السنباطي وهو بيحفظ كنت صغير كده قصيدة الأطلال ده ذكريات عظيمة جد وحفظ منها إيه لغاية الوقت الأطلال هرأ الحب سكارة مثلنا بس كده بس كده